اشتركوا في القناة جاءت لي رسائل وتعليقات بعضها بتصور ان انا بنهاجم الاختراعات والبعدتين افتكر ان انا بنرواج لها والحقيقة اللي احنا محتاجين ان احنا نخبرنا منه ان ازا حامل اختراعات والمخترعين ده لهم مميزات منها ان فيه شباب والناس عندهم امل بيفكروا حتى لو كان بشكل خيالي وما ننساش ان كل الاختراعات العظيمة كانت في البداية مجرد حلم وخيال واذا كان في حد بيفكر اختراع عربية بطيل ففعلا فيه اختراعات وافكار من النوع ده برا بتلاقي اهتمام من جهات مختلفة ومعروف ان الشركات الكبيرة في كل المجالات بتخصص ملايين ويمكن مليارات عشان البحث العلمي والابتكار وهم ما بصرفوش الملايين دي على الارض لانهم عارفين ان هما بيستعيدوها مرة تانية ومش لازم اننا نسخر من كل واحد بيقول ان عنده فكرة اختراع لان العالم تقدم جدا بهذه الاختراعات وكل المخترعين الكبار في العالم ما كانوش نجوم في زمنهم ومعضهم او كلهم وجهوا في البداية السخرية واتهامات كل اللي احنا عاوزين ويا ساد يا كرام زي ما قال لأحد الخبراء في التنمية ان يكون عندنا جهات بتشجع التزوق والتفوق والابتكار وتقيمه وتحدد اللي ينفع منه وكمان لو الشركات والرجال اعمال يعملوا ويدعموا جماعيات الابتكار اكيد الفائدة هتعود عليهم وانا تجاوز اننا طول الوقت مستهلكين اللي بينتجوا العالم مع ان الدول اتخدمت وسبقتنا كل العملات انها يهتمت بالتعليم والله بيسعب علي المال يا مخترع مش نلاقي حد يهتمي به وينور ويلمع ونلاقيه في دولة عربية تانية وكمان واخلي انسيتها ياريت نحط ده في الاعتبار اذا كنا بجد عايزين ندعم البحث العلمي والمخترعين كان معكم عمر الليسي وكلمة ونص وبكرة كلمة ونص كتبها اكرم الاصاص اخرجها تامر حسني